موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأفاضل وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أفاق التي نخصصها للحديث عن سيرة الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام في خلافة الصديق وتحديدا المرحلة التي تولى فيها خالد ابن الوليد قيادة الجيوش الإسلامية في المعارك ضد جيوش الدولة الرومانية نرحب بضيف برنامج أفاق عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي يعلم المسلمين علي الصلابي أهلا بك دكتور أهلا بك دكتور في الحلقة الماضية توقفنا عند النقطة أو المرحلة التي تأزم فيها وضع الجيوش الإسلامية في بلاد الشام وفكر الصديق في توحيد الجيوش تحت راية واحدة وكلف خالد ابن الوليد بالذهاب إلى بلاد الشام وتولي توحيد وقيادة هذه الجيوش كيف تمت هذه المرحلة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أهلا وسلام بك أخي خالد والإخوة المشاهدين الكرام نعم طبعا سيدنا أبو بكر في البداية أرسل الجيوش من أبواب متفرقة يعني يعني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة فدخولها للشام كان من أبواب متعددة ومتفرقة ثم لما جاءته المعلومات المهمة وخطة ملك الروم والقيادة الرومانية في استدراج جيوش المسلمين والانفراد بكل جيش من جيوش المسلمين بجيش يزيد بن أبي سفيان والانفراد بجيش أبو عبيد بن الجراح والانفراد بجيش عمر بن العاص وشرح بيل ابن حسنة رأى الصديق ورأى كذلك القادة لأن القادة اجتمعوا وعملوا اجتماع وقرروا إبلاغ سيدنا أبو بكر الصديق وأن لا بد المواجهة تكون شاملة باجتماع الجيوش كاملة يعني قبل أن يصلوا إلى هذا القرار كانوا قد التقوا في مكان واحد اجتمعوا لمناقشة أوضاع الجيوش الإسلامية في بلاد الشام لأن كان سيدنا الصديق كلفهم وأمرهم بالتنصيق والتعاون فيما بينهم وبالتالي لما تم الاتفاق على المواجهة الكبرى والقتال يكون بجيش واحد أمام جيش الرومان لا أن يكون كل جيش من الجيوش المنفردة يلتف عليه ويتم عزلة وإباتة وهنا حدث تغيير الخطة التي انتهاجها الصديق في فتح بلاد الشام منذ بداية تحرك الجيوش وهذه مرونة وتكتيك وفهم للاستراتيجيات الكبرى فأصبح الآن الهدف توحيد القيادة والهدف توحيد الجيش والهدف توحيد الموقع فهذه كلها تحققت في قيادة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رضا بتكليف خالد أولا أرسل لخالد وأرسل إلى أبي عبيدة وقال لأبي عبيدة رضي الله عنه رضا إذا جاءك خالد اسمع وأطيع وأنا أعرف فضلك ومكانتك وأنت خير منه وأفضل منه لكن له دراية بالحروب ليست لك أمره بتسليم القيادة إلى خالد متى وصل إلى بلاد الشام وأرسل إلى خالد رضي الله عنه رضا وأمر طبعا خالد لما تم الـ 15 معركة وآخرها الفراض في العراق في العراق وهو أرسل المقدمة لرجوع للحيرة وبقى في الصاقة وبين الفراض وبين اللي هي تخوم الشام والعراق والجزيرة وحتى الوصول إلى وسط العراق اللي هي الحيرة منطقة الحيرة مسافات تأخذ أيام فأخبر القعقاء بن عمر وأخبر المثنى بن حارثة إن كانت لديه رغبة للحج وقطع مفاوز وأشعر الناس إن موجود في الجيش مع الصاقة ثم أخذ كوكبة من الفرسان وقطع مفاوز صحاري هائلة ووصل إلى موسم الحج وحضر الحج ثم رجع إلى العراق والصاقة لم يصلوا بعد إلى الحيرة في خلال أيام الحج ولما سمع سيدنا أبو بكر بذلك عاتبه على ذلك وأمره بأن يقصم جيش العراق إلى قسمين قسم بقيادة المثنى بن حارثة وقسم بقيادته وأن يكون معه من كان معه في اليمامة واستنفرهم في الطريق والتفوا معه ومن جاء مددا من العجاز هؤلاء كلهم يكونون مع خالد للذهاب إلى الشام لقيادة المعارك هناك يعني في البداية هو عاتبه لترك الجيش والتوجه للحج بدون إذن من الخليفة وهي الشبهة يعني حاجة خيالية قطع مسافات هائلة ضخمة وقام بالمناسك ثم رجع ودخل مع الساقة في الحيرة دون أن يعلم أحد حتى الخليفة يعلم القاقاء والمثنى والقادة الكبار لذلك وهذا لا يفعله إلا خالد وهذه من خصائص خالد واجتهاداته رضي الله عنه وأرضاه فكان له اجتهاداته الخاصة وهذا سبب الخلاف بينه وبين عمر بالخطاب رضي الله عنهم جميعا المثنى بن حارثة قسم الجيش فكان خالد يريد أن يأخذ مع كل الصحابة فرفض سيدنا المثنى وقال أنا أصلا لا أرجو النصر إلا بهم إذا أخذت كل الصحابة ما يبقى لي في اليوم في ناية الأمر عمل خالد على ترضية المثنى وعطاه من المقاتلين ومن الشجعان وتم قسمة الجيش قسم على المثنى وقسم ذهب إلى خالد خالد الآن يريد أن يأتي للشام من خلف جموع وقوات الروم وتكون بسرعة ومفاجأة ومباغة غير مسبوقة بعيدة عن الطرق التقليدية فهنا استشار أصحاب الطرق والمعرفة بمسارب الصحراء وما بين العراق وما بين الشام استشار الأدلة أهل الخبرة هنا استشار أهل الخبرة فقالوا له لا توجد إلا طريق واحدة والطريق هذه تحتاج خمسة أيام ولا توجد فيها مياه ولا يدخلها الجيش بأثقاله وإنما الفارس على فرسه ويكون فيها من الرعب ومن الخوف ومن الصحراء تيهان في الصحراء يعني مسار فيه من المخاطر الكثير بلظب فقال لا بد من ذلك قال سيدنا خالد لا بد من ذلك اختار هذا المسار مع ما فيه من خطورة بلظب فكان الدليل رافع بن عمير وكان له خبرة بهذه الطريق وطلب من خالد أن يكثر من المياه وأن يحمل معه من النوق التي تشرب المياه الكثيرة لأنها يحتاج الناس في الطريق إلى المياه وكان معه أيضا شخص له محرز المحاربي له معرفة بالنجوم في سير النجوم من العراق للشام وبالفعل وبدأ في الاعداد عد هذا الانطلاق من آخر قرية في العراق اسمها قراقر وبدأ دخل في هذه الصحراء وكان السير يسير في الليل أما في النهار فيكون فيه نوع من الراحة وطلب من الجنود لا أحد يمشي على رجليه كلهم يكونوا على ركوب حتى يحافظ على اللياقة البدنية مع دخولهم بلاد الشام حتى لا يرهق الجن حتى لا يرهق الجن وبالفعل كادة المياه انقطعت في اليوم الخامس ورافع قال لهم فيه شجرة أبحثوا عنها فوجدوا صاق تلك الشجرة فقال أحفروا فوجدوا الماء ثم تواصلت بعد ذلك مسيرة خالد ووصل إلى التدمر ووصل إلى القريتين ووصل كانت مفاجأة لحمايات وثغور الرومان لما جاء من خلفهم وفتح بصرة استطاع يفتح بصرة والمدن التي جاءت والقرى التي جاءت في الطريق فكانت مفاجأة غير قابلة للصمود وتعتبر هذا في علم الفنون العسكرية من الأشياء الناذرة التي صارت بشهادة جنرالات الروس وجنرالات الألمان وأحد القادة الألمان في الحرب العالمية الأولى اللي كان قائد الجبهة التركية الألمانية في الحرب العالمية الأولى يقول هذا أستاذي في الفن العسكري على خالد بن الولي أحد قادة الجيوش الغربية في القرن العشرين ألماني في الحرب العالمية قائد ألماني في القرن العشرين يصف تدبيره حينكة خالد في التعامل مع المعارك بأنه قائدا له في التوجيه بالضبط وقال أن هذه علماء الفنو العسكرية يعتبروا هذا التفكير الذي كان لدى خالد في قطع المسافات وإنجاز المهام بصرعة ومفاجأة العدو والمباغثة مع الحظر والأمن وأمن القطاعات والتحشيد قالوا هذا فات هانيبال أحد القادة المشهورين في القتال في قرطاجة والتي كان في قرطاجة وأيضا متقدم جدا على نابليون الذي اشتهر بقيادة الامبراطور نابليون في حروبه في أوروبا ويضرب به المثل وتدرس هذه الخطط إلى يومنا هذا في التاريخ العسكري وكانت طبعا تعتبر مفاجأة حقيقية وقلبت المصار وأعطت جرعة للمسلمين معنوية كبيرة طيب الآن سيدنا خالد حقيقة نعم في نقطة مهمة نعم ولا كتبت إليه إلى الصديق يقصد هذا أبو عبيدة قال لي خالد قال لي أبي عبيدة قال لم أطلب من الصديق ولم أكتب إليه ولا رغبت في ذلك وأنت سيد من ساداتنا ولا ينكر فضلك وأنت في مكانك ولا نقطة رأي ولا أمر بدونك وكلام فيه وما نحن إلا عبيد لله نريد الآخرة وما عند الله خير وأبقى يعني كلام كما نقول نحن رضى به أبو عبيدة وهذا الخطاب يمكن اعتباره دكتور بداية عملية التسليم والاستلام بين القائدين أبو عبيدة لما وصل سيدنا خالد رضي الله عنه وضاه قال حي الله خالدا وبارك الله لأبي بكر في قراره هذا رد سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وضاه يعني هنا عملية التسليم والاستلام مرت بسلاسة لم تحدث أي مشاكل أو عرقيل لا أبدا لم يرد في أي من الروايات التاريخية أن هناك خلاف حدث بين القائدين خلال التسليم واستلام القيادة لا لم يحدث هذا بالعكس قال حي الله خالد وبارك الله لأبي بكر في قراره هذا الذي قال أبو عبيدة طيب الآن وأيضا خالد رضي الله عنه وضاه كان القلب في القيادة في اليارموك وضع عليه أبو عبيدة من الجرح طيب قبل أن نذهب إلى اليارموك دكتور بعد أن وصل خالد إلى بلاد الشام ما هي أولى الخطوات العملية التي اتخذها عقب توليه قيادة الجيوش الإسلامية هناك اجتمع بقادة الجيوش فكان الذي حضر الاجتماع يزيد بن أبي صفيان وأبو عبيدة من الجراح وشرح بين بن حسنة ولم يكن عمر بن العاص موجود لأنه كان في قريب من فلسطين وكان في منازلة مع أحد الجيوش كان معه سبع ألاف مقاتل كانت هناك معركة دائرة في ذلك الوقت بالضبط وكان هو يستدرج في الجيش الذي كان سبعين ألف مقاتل من الجيوش الرومانية ولا ريد أن يصطدم معه فتناقش في هذا الاجتماع مع القادة هل أمد عمر بن العاص بالمقاتلين أم أطلب منه الانسحاب والمجيء إلينا فقرر سيدنا خالد أن يمد عمر بن العاص بمقاتلين وجهز مقاتلين معه وصلوا إلى ثلاثين ألف مع عمر بن العاص وكانت معركة أجندين هذه من المعارك الخالدة واستطاع عمر بن العاص وخالد بن الوليد أن يحققوا نجاحا باهرا في القضاء على الجيش الروماني وكان ذلك الوقت سبعين ألف أحد الجيوش الرومانية واستطاعوا اختراقه والوصول إلى قائد الجيش وقتله وكانت هزيمة معنوية ونفسية كبيرة جدا للرومان وأيضا كانت ارتفاع للمعنويات بالنسبة للمسلمين وكانت مفتاح لمعركة اليرموك التي تحتور من المعارك الخالدة في تاريخ المسلمين يعني هنا زمنيا كتتبع زمني للأحداث وصلنا إلى معركة اليرموك أي بالضبط ما الظروف التي دارت فيها تلك المعركة؟ طبعا الظروف كانت تحشيد من الطرفين كانت الرومان يحشدون وصل إلى مئتين واربعين ألف والمسلمون كانوا أيضا في حركة تحشيد من قبل الخليفة والقائد خالد والقادة الذين معه وكانت معركة عظيمة من المعارك الخالدة كانت جيوش الروم نزلت في الواقوسة قريب من اليرموك المسلمون نزلوا في اليرموك كان المقاتلين حوالي خمسة واربعين ألف بعض الروايات تقول حوالي أربعين ألف الرومان كانوا مئتين واربعين ألف كانوا يقاتلون بنظام الكرديس خالد بن الوليد غير النظام وأول مرة العرب يقاتلون بنظام الكرديس والنظام الكردوس إن كل كردوس عليه ألف مقاتل ويكون عليه أمير ويكون عليه قائد وأيضا الفرق والفرقة ما بين عشر كرديس إلى عشرين كردوس ففاجأ العالم خالد بن الوليد بنظام جديد في مواجهة الرومان في تلك المعركة الخالدة وعمل الخطة فجعل فرقة منها تمنتاشر كردوسا وهذه هي القلب قلب الجيش المسلمين وكان بقيادة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه ورضاه وكان معه من المساعدين أيضا عكرمة بن أبي جهل وكذلك القعقاء بن عمر التميمي وكانت فرقة الميمنة عشر كرديس بقيادة عمر بن العاص وكان معه شرحبيل بن حسنة من القادة كمساعد وفرقة الميصرة وكانت من عشر كرديس أيضا وكان القائد يزيد بن أبي سفيان وكان فرقة في الطليعة لجمع الأخبار المسلمين ويمكنت من أربع أو خمس كرديس فقط فرقة استطلاع استطلاع متقدمة لجمع المعلومات لأمداد القادة وكان سيدنا خالد في وسط الجيش معه كتيب كردوس خاص من كبار المقاتلين الأشاوس الشجعان لحمايته وكان هو يشرف على القيادة العام القائد العام للمعركة وكان في فرقة مؤخرة من خمس كرديس بقيادة سعيد بن زيد واستشهد سعيد بن زيد في اليارموك وكان القاضي الجيش أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه وكان على الأقباض التي هي على الغنائم ويمداد الجيش بالأمور الإدارية عبد الله بن مسعود وكان القاضي الذي يقرأ على المسلمين في القرآن وآيات الجهاد المقداد بن الأسود كان يقرأ عليهم صورة الأنفال ويمر على الكرديس وعلى الجيش وكان خطيب الجيش كان أبو سفيان بن حرب كان خطيب الجيش كان ابن طبعا يزيد موجود كقائد من القائدة وكان في تعبئة إيمانية هذه التعبئة الإيمانية تمر على الجيش وعلى الكتائب وقام بهذه التعبئة أبو عبيدة بن الجراح وحظهم على الصبر وعلى المصابرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وعلى الثبات وعلى الرغبة فيما عند الله وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه ورضاه وذكرهم بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشيركون به شيئا وكان أيضا عمر بن العاص وعمر بن العاص قال لا يغرنكم كثرتهم فإني قد سمعت أن هذه الأراضي ستفتح للمسلمين كفرا كفرا وقصرا قصرا فأصدقوا العزيمة مع الله سبحانه وتعالى كون نواياكم لله ونصر الله قادم لا محالة وإن الله سبحانه وتعالى سيفتع على يدي المسلمين وكان خطيب عمر بن العاص رضي الله عنه وضاء وكذلك أبو سفيان أبو سفيان كان خطيب الجيش يعني كان له دور كبير وصيبه في إحدى عينيه في هذه المعركة وخرج منه الشيء الكثير يقول اليوم أنتم ذادات العرب وأنصار الإسلام وهم ذادة الروم وأنصار الشرك فخلوا صنية لله وطلبوا الشهادة بصدق وقال ذلك حتى لأبنه قال كل جندي مطلوب منه الثبات والصبر وأنت أحد القادة فالمطلوب منك أكثر وإياك أنك تتزعزع ولا تولي الأدبار وقال لأبيه يزيد قال إن شاء الله سأفعل وكان أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان من ضمن جهاز التعب المعنوية للجيش طبعا الرومان كانوا معاهم القصاوسة ويقرؤون الإنجيل بصوت عالي قبل أن تنتقل للجانب الآخر جانب الرومان في هذه المعركة دكتور يعني كل ما ذكرته يبين أن هذه الترتبات التي تم اتخاذها في جيش المسلمين قبل بدء المعركة أن القادة كان جهزوا لكل شيء ولم يتركوا أي جزئية للتعامل معها من باب الصدفة أو من باب الحظ أو الصديق أيضا كان يرسل في المقاتلين وجهز جيش رديفا لهم حتى لا يحدث نوع من الالتفاف عليهم وكان أعدوا لكل شيء عدته بالتنسيق مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تلك المعركة طبعا خبر وفاة الصديق كان أثناء المعركة لما دلعت المعركة بين المسلمين وبين المشركين وصل خبر لسيدنا خالد بوفاة الصديق فكتهم الخبر حتى تم النصر ثم أعلن على وفاة الصديق قال الحمد لله الذي قضى على أبي بكر الموت وكان أحب إلي من عمر والحمد لله الذي ول عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر وألزمني حبه قال هكذا وألزمني حبه ثم أخبر المسلمين بأن تم عزلة وأن القيادة الفعلية رجعت لأبي عبيد بن الجراح وسلم له القيادة سنأتي على تلك المرحلة بالتفصيل في قادم الحلقات إن شاء الله لكن اسمح لي أن أستكمل الأحداث التي كانت تدور قبل بدء المعركة واندلاع القتال يعني تحدثت عن جانب المسلمين كيف كانت الأحداث على الجانب الآخر في جانب جيش الرومان طبعا هي بالنسبة للرومان معركة مفصلية ومعركة بالنسبة لهم فاصلة وحاسمة فإذا هزموا فيها معنى ذلك ضاع ملكهم وبالنسبة للمسلمين إذا انتصروا في الياربوك هي المفتاح الأكبر لمدن الشام كلها بدون استثناء لحمص ودمشق وفحل وليس هذا فقط للوصول لآسيا والوصول لأوروبا والوصول لمصر والوصول لشمال إفريقيا كانت هو المفتاح الأكبر هي كانت معركة الياربوك وبالتالي كانت معركة مصيرية بالنسبة للطرفين هذه هي المعركة مثل القادسية ومثل الحطين ومثل الآراك ومثل المعارك التي حدثت في التاريخ كان طبعا الرومات كانوا في المقدمة وكان عليهم أن يشعلوا الحرب وكان الخيالة على الجنحين اليمين واليسار وكانت إذا الكراديس المشاك كانت أعدادهم هائلة ضخمة وكان واجبهم الاقتحام وكان قائد المقدمة جرجرة وكان قائد الجنحين مهان والدرقاء الدرقس هذا أحد القادة الكبار كانوا هؤلاء ونظموا صفوفهم تنظيم لا يستهان به في تلك المعركة استعدوا لقتال المسلمين يعني معركة فاصلة والناس تقاتل على ملكهم على قول أبو بكر قال لا تظنون أن الرومان سيتركونكم تدخلون بلاد الشام بدون قتال وأنتم تريدون نزع ملكهم فبالتالي سوف تكون القتال شرس فقائد في جرجرة طلب لقاء مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وطلب سأل سيدنا خالد قال لا سأسألك وأن الحر لا يكذب والكريم لا يخادع وخصوصا المسترسل بالله يعني اللي بيسألك بالله تكون معه صادق هل نزل على نبيكم سيف من السماء من قبل الله وعطاه الله لك فلا تقاتل به أحد إلا انهزم فقال له لا لم يحدث هذا فقال لماذا الذي حدث قال لما أرسل سيدنا خالد قال أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من آمن به وهناك من كفر به وأنا كنت من الناس الذين كانوا ضده وقاتلته ثم أخذ الله بقلبي وبناصيتي وهداني فلما التقيت بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت خالد سيف من سيوف الله ودعا لي بالنصر في أي معركة فقال لا إلى ماذا تدعو يا خالد قال لا أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله أو الدفع الجزية أو القتال قال إذا دخلت في دينكم قال مثل السادة مثل الضعفاء مثل الأول مثل الآخر في ديننا هذا كلام خالد قال والأجر والأجر هو المحلي من الأجر إذا دخلت هذا القائد الروماني قال مثلنا إذا ما كنتش أنت أكثر مننا قال كيف هذا وأنتم قد سبقتمونا قال نحن شفنا الآيات وشفنا الرسول وشفنا المعجزات أمامنا فنحن كيفما نقول الأدلة على إيماننا أكثر منكم أنتم أنتم سمعتم ولم تروا الذي رأينا فهداه الله سبحانه وتعالى وقال له هذا القائد وريد أن أدخل في الإسلام فأخذه خالد إلى الخيمة للاختصال وبدأ صلى ركعتين وظن الرومان أنه جرجرة أنها بداية اندلاع الحرب بدخوله إلى خيمة خالد فبدأ القتال بين الطرفين يعني هذا القائد الروماني أسلم قبل بدء المعركة أسلم قبل المعركة وحدثت مفاوضات أيضا مع القائد الأعلى للجيوش وكان هذه المفاوضات التي فيها يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة وأيضا ذرار بن الأزور والحارث بن هشام وعرضوا عليهم الإسلام ولكن هذه أيضا لم تنجح هذه المفاوضات ورفضوا المفاوضين المسلمين الدخول في الخيمة الحرير أو الجلوس على قطع الحرير وجلس معهم القائد الروماني حيث أرادوا وكان أيضا مفاوضات بين بهان وخالد أحد قادة الرومان بهان وخالد وعرض على خالد أن يعطى كل شخص منهم من الجنود عشر دنانير وكسوة وطعام ويرجعون لأنهم ما أتوا إلا من الجوع ومن الفاقى فقال خالد نحن لم نأتي لهذا وإنما أتينا نحن نشرب الدماء وسمعنا إن أطيب الدماء الروم ولهذا جئنا رد على القائد العسكري واندلعت الحرب يعني هذا القول من باب الحرب النفسية على الجيش المضاد وليس لم يكن واقعا هو طبعا مش واقع لكنه لما قالوا أنتم جئتم من أجل الجوع وعرض عليه عشر دنانير وطعام وكسوة فكان رد في الحرب النفسية أن نحن لا نريد هذه الأشياء نريد دماء مدام أنتم تفكرون هكذا فنحن نريد دماءكم أن نشرب دماءكم لأنه أطيب الدماء كما بلغنا يعني هذا من ضمن الحرب النفسية التي خاضها خالد في قتاله ضد الرومان واندلعت الحرب اندلعت الحرب الميصرة هجمت على الميمنة المسلمين وتأخرت وركب الرومان المسلمون ودخلوا في المعسكر اللي فيه النساء ورد النساء دافعنا بالعصي وبالحجارة ثم كانت الجولة الثانية لصالح المسلمين وهنا يدخل عكرمة بن أبي جهل ويقول قاتلت رسول الله في بواطن وأفر منكم اليوم للرومان من يبايع على الموت وهنا عم الحارث ابن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من المسلمين بايعوا عن الموت كتيبة الموت وهي التي شقت الصفوف في القتال وأثخنت في الرومان أثخان عظيم وكذلك الخيانة والكتايب التي كان يقود فيها خالد رضي الله عنه ورضاه وبدت المعركة تنقلب لصالح المسلمين واستطاعوا أن يعزلوا الفرسان عن المشات ثم السيدنا خالد طلب من المسلمين فتح طريق لخروج الفرسان والهروب وسمح لهم بذلك وسقط الكثير منهم في وادي اليرموك لأنهم كانوا مصفدين بالأغلال وبالسلاسل وانتصر المسلمون في ذات تلك المعركة انتصار عظيم وتأخرت صلاة المغرب والعشاء إلى أن تم النصر وفي اليوم الآخر وجدوا ثلاث ألاف من الشهداء من قبل المسلمين وعشرات الألوف من الذين سقطوا كالحائط في وادي اليرموك وتم نصر الله في تلك المعركة العظيمة أشكرك عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي كما أشكركم سادة المشاهدين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر